في قدرة استخدمية أثناء تنظيف البشرة وانتي في البيت بينظف البشرة بشكل فعال جداً وبيشيل كل الدهون الزيهدى اللي موجودة في البشرة ومع الاستخدام كمان بيقلل من الرؤوس السودا اللي موجودة في البشرة هتكلم معاكم النهاردة إن شاء الله عن الطامي الأوروبي لو حابة تشوفي كل حاجة عنه كميلي معي الفيديو لإخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة ريبيو جديد وهتكلم معاكم إن شاء الله عن اللي هي بودرة الطامي الاوروبي انا استخدمتها من شركة ناو كلنا عارفين شركة ناو مشهورة جدا من كل منتجات اللي تخص البشرة والصناعة بتاعتها امريكية فهي جودتها حلوة جدا كمية المنتج نفسه مية وسبعين جرام فالكمية بتكفي فترة كبيرة جدا خصوصا ان هو عبارة عن بودرة بتخدي منه معلقة بك كتير وتبدأ تخلطيها بالمية او بمية الورد تبدأ تستخدميها على بشرتك هو عبارة عن ماسك بتعمليها على بشرتك عبارة عن طامي الطامي الاوروبي اللي بنتكلم عنه النهاردة هو عبارة عن بودرة البودرة دي بنبنى تخلطها بالمية او بمية الورد ونبدأ نحطها على بشرتنا وبنسيبها لحد ما تنشف بس وبنطولهاش قوي على بشرتنا مجرد ما بتنشف هنبدأ نخسلها بالمية الفترة وبعد كده نبدأ نرطب بشرتنا هي مناسبة لمعظم انواع البشرة بس بيفضل البشرة الحساسة ما تستخدمهاش قوي لانه ممكن يسبب لها شوية حساسية لكن بالنسبة للبشرة العادية وبالنسبة للبشرة المختلط او الدهنية فهو مناسب لها هيشيل معاكي كل الدهون الزيادة اللي موجودة في البشرة جدا بينظف البشرة بشكل فعال قوي بيقلل شوية من مظهر الرؤوس الصودة اللي موجودة في البشرة او المسام الوسعة فهو مفيد زي كل انواع الطامي اللي بنستخدمها لبشرتنا هو مفيد جدا لها لانه غني جدا بالمعادن والاملاح المهمة جدا لبشرتنا فهو بيعمل تنظيف عميق جدا لبشرتنا وفي نفس الوقت تنقية ليها فهو بيعمل ديب كلينينج أندي دي تكسيفيكيش ولأنه بينظف البشرة جدا جدا فهو من الحاجات اللي بتسيب البشرة بعدها جفة شوية فمن المفضل ان انت تستخدم المرتب بتاعك فترطب ببشرتك كويس جدا بعده أثناء ما المسك بيكون على بشرتك بتحس بزي أحساس نبضات شوية أو فيه وغز كده في البشرة فهو بيساعد على تنشيط الدورة الدموية جدا فبيفيد بشرتك بشكل فعيل فيعتبر المسك ده من المسكات الحلوة جدا لو انت عايزة تستخدميه أثناء الجلسة اللي بتعمليها لبشرتك أثناء تنظيف البشرة ممكن تعملي بشرتك بالميت البخار وبعد كده تبدأي تحطي المسك على بشرتك هتبقي أعملتي تنظيف عميق جدا لبشرتك بطريقة سهلة جدا وفي البيت كمان وآخر حاجة يا ربي يكون ريفيو النهاردة عجبكو ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى باللايك والشير مع أصحابك وتدوسي كمان على الاشتراك تنوريني في القناة وتدوسي كمان على الجرس عشان يوصلك إشارة بكل الفيديوهات اللي أنا بنزلها أسيبك على خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته